لكن الصليب يقول للإنسان أعمالك لا تنفع وأنا جاي أقدم لك الحل حتى أن الكتاب يقول إن كان بأعمال نمو سبر فالمسيح إذا مات بلا سبب للصليب مش مقبول عند البشرية لأن الصليب يقول الله عمل كل شيء الكتاب يقول أنه متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفار بالإيمان بدمه الصليب يقول لكل البشرية الله عمل لك كل حاجة تعال إن تخذ كل خلاص المسيح مجانا التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض والكتاب بيحكم يعني مثلا المسيح قال يعني طب إذا في وسيلة تانية للخلاص غير المسيح منقول إنه الإنسان يكون كامل نعم والمسيح قال إن لم يزد بركم على الكتابة والفرسيين لا تقدروا أن تدخل ملكة سمات يعني كان معروف عن الفرسيين بمارسوا بحافظوا عن نموس أكتر شعب في العالم إلى يومنا أكتر شعب بمارس بحافظوا على النموس على الشريعة يعني هم هؤلاء الفرسيين أو اليهود المتدينين مع كل هذا الكتاب بيحكم بيقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني فإذن لا أعمال ولا بر ولا ذبايح ولا تقوى ولا أي إنسان ممكن يصل إلى الله من خلال ذاته من خلال أعماله حاول قائين حاول كثير ناس حاولت لكن باءت بالفشل وده اللي بيخلي الإنسان يصطدم بالصليب ويجعله عثرة الصليب بيقول لي أنا ما نفعشي الصليب بيقول لي أعمالي ما تنفعشي الصليب بيقول لي أفكاري ما تنفعشي والله هو اللي يعمل لك كل حاجة يخلصك هذا ما يجعل الصليب عثرة لأن الإنسان يريد أن يظهر ويثبت بره هو وليس بر الله لكن عندما يخضع الإنسان ويعرف أنه ولا حاجة وأنه فاسد وفاشل عندئذ يقبل صليب المسيح كما فعل شاور الترصوصي عندما قال ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح لكي أربح المسيح وأوجدوا فيه